كاميرا آخر النهار كانت موجودة النهاردة عشان تتابع مراحل التحضير والاستعداد والتجهيز لإنتاج اللقاح ونقلت لنا بعض الصور حابة أن حضرتكم تطلعوا عليها في خطوة تسابق بها نصر الزمن من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد ها هي تحصد سمارة جهودها خلال الفترة الماضية كدولة رائدة دائما وتقوم بخطواتها العملية لإنتاج اللقاح كأول دولة في أفريقيا بعد إعلان وزارة الصحة استقبل أول دفعة من المواد الخام للقاح السينوفاك الصيني بمطار القاهرة الدولية لتصنيع أربعين مليون جرع في مصر هنا في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا بدأت التجهيزات على أشدها لخط الإنتاج على أن يكون أول إنتاج مصري نهاية شهر يونيو المقبل أول مرحلة دي بيتم فيها غسيل الزجاج المراد تعبئته بـ WFI أو ماء معدل الحقن وبيتم تكفيده بـ Compressed Air وبعد كده بيخش على التعقيم بعد ما بتعمله مرحلة التعقيم بيخش على مرحلة التعبئة يتم تشغيل الخطوط أوتوماتيكيا من خلال برنامج تحكم إلكتروني يسمى BMS يتحكم في نظام التهوية الخاص بالمصنع ونظام تنقية المياه وتشغيل خط التعبئة نحن دلوقتي في غرفة التحكم وغرفة BMS ودي اللي نحن بنتحكم فيها في درجات الحرارة والرطوبة اللازمة لعملية التشغيل وعملية التعبئة وبنعمل فيها كمان كنترول على مين يدخل فيه لأن مش كل الناس مسمح لهم يخش كل حتة في المصنع كل حاجة بتتم أوتوماتيك وحتى لو فيه مشكلة لقدر الله بيظهر الألارم ونعمل إيه كمان علشان نحل المشكلة حبت المياه دي احنا بنستقبل المياه اللي جاينا من البلدية بتبقى طبعاً فيها شوائب وفيها حاجات لها تصلح ونية تستخدم في مصنع الدواء فاحنا بنحول المياه دي عن طريق ان احنا بنعديها على حاجة اسمها أرقو الأرقو دوت بيشير الشوائب من المياه وكذا مرحولها كذا لحد ما تخرج مياه تصلح للاستخدام الدواء من ناحية أخرى تجرى عملية التطعيم على قدم وساقة وتشهد أقبالاً كبيراً من قبل المواطنين بالإضافة إلى أنه جرى تتشين عدداً من مراكز التطعيمات العملاقة بحيث تمكن من تطعيم عدد كبير من المواطنين في الوقت نفسه أحمد غنيم آخر النهار